دكتور عالي عوفوا على مسألة جزء من ما قد نطلق عليه نقصاً إنه ابننا العزيز اللي موجود جوه في الغالبية ما هماش دا كاترة ما هماش صيدلانيين وبالتالي يبسأله على إيه أدواء فاليقالي مش موجود مع إنه في بدائل بس هو ما يعرفش إنه ليه بدائل هو يعرف بالاسم بس يبص على الانفنتوري المخزون يبص على الأدراج مش موجود فاخب بعض يولف عتاة أربع صيدليات تاني وهكذا جيب من دا علبة وجيب من دا شريط وكلام من دا وجزء آخر هو إصرار الأطباء على كتابة الإسم التجاري وليس الإسم العلم هنحل إزاي؟ أولاً بالنسبة للسادلة إحنا مصر فيها أعلى معدل سادلة على مستوى العالم حلو إحنا يمكن تفوخنا على النسبة العالمية الأهم حاجة إنه إحنا بدنا فوق 300 ألف سادلة تقريباً وده أعلى عدد موجود فعندنا فقد غير مسبوك في السادلة الجزئية التانية المفروض دور النقابات إنها أهاية الدواء بتعمل الدور دا دلوقتي إنها بتعمل عملية توعية للسادلة لعملية تطوير السادلة لنفسه إنه هو يبقى دايماً عنده development ويعرفه القصة دي كلها جيلي القديم لزي حالتنا طبعاً للطبيب على الواطس والطبيب بيوافق على القصة دي بيجيلي جالي استشاري أعظام صديقي جاي طالب دا سكر لدا شركة أجنبية العلبة بفوق 400 جنيه فجبته له واجبت له المصري العلبة من 200 جنيه قلت له شوف القصة القصة فقرة قال لي دا شركة مصري محترمة أنا هاخد دا حلو فخادم مصري الميتين جيني دول لصالحه طبعاً هو دا أنا كالسادولي أقدر إزاي وفر للمريض الميتين جيني دول يستفيد بهم في حاجة تهنية احنا بديدفع بزيادة سوق مصر على فكرة تبقى الإحصائيات الأكوفير اللي هي مسؤولة عن إحصائيات الدواء في العالم كله بتقول لك سوق مصر اللي بيبيع احنا عندنا بعض اجتماعي واختصاديات والقصة دي كلها اللي بيبيع في مصر النسبة الأعلى أكتر من 60 أو 70% من الأدوية الغالية هي اللي بتبيع مش الأدوية الأسعارة أو ليلة عشان الأسطورة بالزاعة الأجنبي هي دي النقطة احنا لو في وعي وفي توجيه وفي دايما دورات تدريبية للنقابات اللي نحتاج الألية والإلزام يا دكتور عايز الإلزام الطبيب يلزم بكتابة روشيتة فيها اسم علمي مش اسم علمي أنا مش عايز قطعيشه بوضو في النهاية يعني عايزه يتضرب مظبوط إنه ما يجاوبنيش الإجابة بتاعت أصله مش موجود لا أنا أنا مع حضرتك هو مفروض يبقى فيه آآ وعي إزاي خاصة في الظروف الحالية يبقى أنا عارف إيه المثائل والبدائل اللي هي لا تضر إنما بالنسبة للأطباء فيه من أكتر من ست سبع شهور آآ السيد وزير الصحة آآ آآ أعلن للأطباء أو طلع مناجزة للأطباء بكتابة الدواء بالإسماعيل تمام ففيه اتجاه إنما الاتجاه ده محتاجين يبقى إلزام ليهم أيوة إلزام بالأكتر ده في إيد الوزير الصحة ونقابة الأطباء صح تمام لأنه في الآخر إحنا لابد مصر تمشي بالأسلوب أو الفكر العلمي وليس بالثقافة آآ مجتمع مش مجتمع عايز اسمه تجارب اسمه معين هو ده اللي همشه وراء الاسم العلمي علشان ما نخشش في أزمات إحنا شكلنا النهاردة أنا البرستامولز الأشهر في مصر أنا من سنة كنت في أمريكا ما كانش موجود الدنيا ما تقلبتش يعني في حاجات تانية موجود من أسبوعين كنت في السعودية كويس البرستامول برضو مش موجود المشهور أو المشهور أعرف حرارك جوة السعودية في السعودية تيهاية الدواء السعودية حتى يفتح كده إن الدواء له كده بدائل ومثائل ده للتوعية للناس فالقصة هنا إحنا ثقافة أنا عايز ده الإصرار على ده ده اللي عمل الأزمة تمام؟ إنما في الآخر بتروح طوابير وتسأل موجود اللي مش موجود التليفون يعرف إذا كان موجود فأني محافظة بدلا ما تيجي من السعيد لحد القاهرة واسة البلد عشان توقف في الزحمة في محافظتك في السعود أو في اسكندرية في سعودية هناك حضرتك تقدر من 162.8 تحصل عليه أو 15.301 هيئة الدواء المصرية 15.301 هيقول لك دواءك فين؟ مثيله إيه؟ سعره كام؟